مواجهة بقى ليها طريقتين يا إما مواجهة مباشرة أنه أنا شفت أو أنا سمعت مكلمات أو شفت كذا وأنا غضبانة جدا ومتضايقة جدا وعايزة نتكلم في الموضوع ده بس جمل حتى في المشورة بنعمل رول بلاي كده علشان تقول إيه علشان ما تضيعش يعني ما تصرفش طاقة غضب تخليه برضو يناور ينتكس ينكر يعني بيبقى فيه تدريب في إنها تعمل هو متوقع رد الفعل فيه بقى مواجهة تانية اللي هو كنت قاعدة بتكلم سأريت مقال سمعت حلقة بترمي كلامي يعني ده يتوقف على حسب بقى الدرجة الشدة هو يعني شفته مرة وقلبه مواغوش وبعد ما سمعت حلقتين من دول الأنتنة بقى اشتغلت وبدأت كده يعني شفت منظر صورة بس هو الراجل يعني مش بيقعد لوحده كتير العلاقة للحميمة يعني كويسة معقولة فما تبدأش بقى فالمواجهة الغير مباشرة دي كوقائية أكتر يعني لكن التانية آه طبعا متوقع أنها تيجي توجهه ويبقى يغضب ويصور ولها أنت السبب أنت بتشكي فيها أنت كمان بتجرؤ يتفتشي بيحصل يعني يقلب الموضوع عن الصالح هو طبعا وده على فكرة ده الأغلبية فهي عشان كده بتبقى محتاجة قبلها تبقى عندها مسندة أو يعني الشريك يعني يبقى عنده مسندة عنده حد معايا متخصص ماشي معاه في الخطوات دي علشان يعني هاي طب خليني أقول لحضرتك أنه بعض الناس أو بعض الستات في ثقافتنا المصرية كده يعتبروا أنه الحاجات دي صلاحة يعني ما ينفعش نتكلم فيها برا البيت وما ينفعش واحدة تروح تفضح جزها وتقول عليه كلام ده لأي حد وما ينفعش الرجل يروح يستشير مشير ويقول له ده مراتي بتشوف كذا إحنا عندنا خطوط حمرة في المسائل اللي زي دي يعني أعتقد أنه مش كثير قوي من الرجالة لو شاف مراته بتعمل كده هيروح يقول لواحد برا يقولك أنا هفضح مراتي أو العكس الست تقول كده أنا مش هفضح جوزي أو ممكن تكون هي غضبانة ومش عارفة تحلل المشكلة بس أحس أنه كون المشكلة خرجت برا إطارهم وما هما الاتنين ضيف ضيحة نقول لهم إيه عندك حق بنقول لهم من خلال الحلقة دلوقتي لما بنسمع الحلقة دي نتشجع أكتر بدل ما البيت عمال بي ينهار وإحنا مش دريانين في حاجة جميلة كمان بركة كبيرة قوي أنه أباق كتير بدأوا يدرسوا في موضوع الإدمانات وبدأوا يقرؤ وعندهم استنارة واتضاع أن هما بيعرفوا مشير اتنين حد متخصص هو بيصق فيه فبيبدأ يحولوا الحلات دي أو يسعب بطريقة فيها سرية وفيها كرام يعني عندي أباق لوحد ما بجد ما يستهلش طراب رجلي هما بيجيبوا الحلات بنفسهم وبييجوا معاهم وبيبقوا بكل حب وكل قبول وكل صبر وكل سرية فده حاصل يعني ندور على المداخل اللي تقدر تساعد بكرامة وباحترام وبسرية وبندور كمان على اللي بيساعد يكون فيه الخصائص دي يكون حد موصوق فيه مش بيجيب سيرة الحلات وهو بيتكلم أو بيحكي يكون فيه احترام لقدسية البيوت والسرية طيب احنا قلنا فيه طريقتين للمواجهة طريقة مباشرة لما تكون الحالة متأزمة هي عارفة ومتأكدة أنه بيعمل كده أو واحدة شكة مثلا شفيته بيعمل حاجة مرة أو اتنين بتحاول أن هي ترمي كلام كده على الخفيفة عشان هو يحسن أن هي ممكن تكون يتفتح الموضوع ونتناقش فيه طيب أنا